القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري حيث يعتمد على الزراعة لتوفير الغذاء والوظائف وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد فخلال العشر سنوات الماضية قامت الدولة بجهود مكثفة لتطوير قطاع الزراعة بهدف زيادة الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية المحورية كلمة السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأمس القريب شرفنا بافتتاح سياداتكم للمرحلة الأولى من الصوامع بالمنطقة الصناعية وموسم حصاد الأمح بمشروع مستقبل مصر كأحد صور مشروعات الاستصلاح المتكاملة للجمهورية الجديدة واليوم ونحن بصدد الحديث عن مشروع تشكة الخير أحد مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية الكبرى لذلك اسمحوا لنا بأن يكون عرض اليوم تحت عنوان تنمية الصحراء مستقبل الأمن الغذاء المصري الحضور الكريم لقد واجه قطاع الزراعة تحديات محلية متعددة زادت من تأثير حدة هذه التحديات الكسافة والنمو السكان المتزايد بالإضافة إلى التأثير بالأزمات والتحديات العالمية وكل هذه التحديات والأزمات خلقت أوضاعا صعبة وأثرت في الأنظمة الغذائية والزراعية للدول ومن هنا ظهرت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية في الدولة المصرية بتوجيه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقا للتنمية المستدامة ولقد تركزت أهم المحاول الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية في التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية متكاملة مع التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والوصول إلى حلول للقضايا المستحدثة وتطوير البنية التحتية الدعمة لذلك سيادة الرئيس لقد كان تبني سياداتكم محور التوسع الأفقي مدعوما بمجموعة من الدوافع من أهمها رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء فضلاً عن زيادة تنفسية الصادرات الزراعية ودعم ملف التصنيع الزراعي مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ولم يكن اكتحان ملف استصلاح الصحراء بالأمر السحي أو اليسير حيث كنا وما زلنا نعاني من تحديات صعبة لم نكن نستطيع تنفذها لو لا الإرادة الصلبة والرؤية الصاقبة لسياداتكم والحاجة الملحة لذلك تمثلت أهم هذه التحديات في ندرة الموارد المائية وضعف وهشاشة البنية التحتية وصعوبة التضريص والظروف المناخية والبيئية غير المواتية وعدم توفر المعلومات والبيانات عن خريطة الأراضي الصالحة للزراع بالإضافة إلى التحدي الأكبر ألا وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح ولذلك فقد بدرت الدولة المصرية بتوجيهات سياداتكم باتخاذ عديد من الإجراءات لدعم مشروع الاستصلاح كان من أهمها توفير وإتاحة الاحتياجات التمويلية الكبيرة مع إجراء دراسات حصر وتصنيف التربة وتعزيز وتطوير وتأهيل البنية التحتية في مناطق الاستصلاح المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية مع التوسع في إيجاد مصادر غير تقليدية ومتنوعة للمياه أيضاً التوسع في منظومة الصوامع والتخزين وبناء على ذلك فقد تم دراسة أكثر من 15 منطقة في مختلف صحاري مصر بلغت المساحات التي تم دراستها حوالي 8 مليون فدان أصفرت عن وجود مساحات صلحة للزراعة في حدود 5.5 مليون فدان موزعة في أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية والمخطط زراعته منها أكثر من 4 مليون فدان ارتباطاً بإتاحة وتوافر المقننات المائية زرع منها بالفعل 2.1 مليون فدان بمناطق مختلفة والخريطة المعروضة تظهر أن مشروعات استصلاح الصحراء تنتشر في كل ربوع الوطن بدءاً من مشروع مستقبل مصر في الدلتة الجديدة إلى مشروع تشكى الخير في جنوب الصعيد إلى شرق العوينات والوادي الجديد وأسوان إلى أرض سيناء العزيزة ومروراً بمناطق الدلتة ومناطق وسط الصعيد وهذا التنوع رغم صعوبته وتكاليفه المرتفعة إلا أنه كان ضروري حيث ساهم في خلق مجتمعات تنوامية متكاملة في مناطق مختلفة إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الظروف المناخية والمزايا النسبية لكل منطقة مع توطين المشروعات والأنشطة بالمناطق القريبة من السكان سيادة الرئيس أما على محور التوسع الرأسي فقد كان توجيه سياداتكم الدائم بالاهتمام بهذا المحور في ظل محدودية الموارد الطبيعية وأهمية الاستفادة من البحوث التطبيقية كأحد الحلول لزيادة الإنتاجية مع التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحديثة ولقد كان من الصعب التوسع في استصلاح الصحراء وتحقيق طفرة زراعية كبيرة بدون بناء وتأهيل بنية تحتية قوية فخامة السيد الرئيس لقد كان من أهم من نتائج تبني سياداتكم هذا الملف هو إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقع الزراعي زيادة في الإنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الزاتي لبعض السلع وخفض الفجوة في البعض الآخر منها مع تقليل الواردات ودعم ملف التصنيع الزراعي بالإضافة إلى وصول الصدرات الزراعية إلى رقم غير مسبوك مع تحس واضح في مؤشرات قطاع الزراع وترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي سيادة الرئيس يتساءل إلى الأزام في كثير من الأحيان تساءل هم وهو ماذا لو أو بمعنى آخر ما هو الوضع لو لم تقم الدولة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح السحراء التكلفة كانت ستضاعف إلى أكثر من ثلاثة إلى أربع مرات لم تكن الدولة المصرية تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم وبصفة خاصة في أوقات الأزمات والتي توقفت فيها سلاسل الإمداد والتوريد أيضاً زيادة في فجوة الواردات الزراعية كمان ما كناش نقدر نوصل بالصادرات الزراعية إلى هذا الرقم غير المسبوك وأيضاً كانت نسبة البطالة سوف ترتفع لأن هذه المشروعات تستوعب عدد من الأمان وأيضاً تراجع ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العلم سيادة الرئيس لقد ضربت مصر مثالاً رائعاً لعبقرية إدارة الزمن وتحدي الصعاب لتعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان وبدأت الأرض في إخراج كنوزها السمينة من كافة المحاصيل وحديثون اليوم هنا عن محصول الأمح والذي أولته الدولة المصرية عناية خاصة تمثلت أهم تدخلاتها بخلاف ما سبق ذكره تحت بند محور التوسع الرأسي في زيادة المساحة المنزارعة بالأمح في المناطق المستصلحة بأكثر من 700 ألف فدان من إجمال المساحة البالق قدرها 3.250 ألف فدان 3 مليون التوسع في منظومة الإرشاد الزراعي زودنا عدد الحقول الإرشادية إلى 21 ألف حق الإرشادي لنشر الممارسات السليمة أيضاً كان هناك دور كبير للمبادرات الوطنية لدعم محصول أمح زي مبادرة إزرع اللي دعمت 412 مزارع على مساحة 620 ألف فدان بدعم قدر 340 مليون جنيه أيضاً كان توجيه سياداتكم للحكومة بمنح المزارعين سعر محفز للتوريد واستجابة الحكومة وصل إلى ألفين جنيه للأرداب أيضاً استمرار دعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي وأيضاً تمويل منخفض العائد بـ 5% كل هذه التدخلات وغيرها أدت إلى تحسن موقف مؤشرات الأمح أيضاً صدارة مصر لمرتبة متميزة في متوسط إنتاجية وحدة المساحة أيضاً أشهدت المؤسسات الدولية بجهود الدولة المصرية في دعم محصول الأمح فخامت السيد الرئيس وختاماً إنه لمن دواعي الفقر الحديث دائماً عن الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم بشكل آمن ومستدام شكراً 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 شكراً